السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا أخوتي شنجوكا أنت عارف عن الاعتمادات المسندية اللي طلع فيه مصرف ليبيا المركزي ضبا يا غالي ما هي ضبا زي ما أنت عارف ان ليبيا هدي فيها نوعي من التجار تجار صغار وتجار اكبار التجار الصغار هضو ما يصرفوا والما بيشروا حاجة من بره يمشي للسوق السوداء يشروا دولار ولا مثلا يشروا الكروت هذين من الناس عارفنا المتاعات الشخصية هذين 4000 دولار من هنا على 4000 دولار من هنا يلمن علي بعضهم ويشري هذا أما التجار الكبار بكل اللي يبقوا حاجات بمئات الألوف ومرات بالملايين من اللي يجيبوا المبلغ هذا هذي اللي حنشرح عليك يتوا ونقول لك نحنا شنجبنا تجيبنا حاجات سماح بكل تعال نهضر شوية في شوية معشيكة على الواو ليبيا هذي أغالي لما التاجر يكون كبير كبارة عنده فلوس واجد بيجيب حاجات بملايين شنه يدير يمشي لمصر في ليبيا المركزي ويقول أنا نبي اعتماد الاعتماد هذا شنه إنه هو بيجري حاجات من بره لكن يبي يغطي المبلغ لأنه مش يمشي يدفعنا بنينار ليبيا السمح هل المواطنة أو التاجر هذا الكبير عنده فلوس ليبيا عنده لكن المشكلة قاعدات في المصرف فحيقول المصرف شنه خوذ انت ليبيا وعضيني الدولار وعضيني الدولار بسعر المصرف ومرات لا الاعتمادات يكونن بأرخص من سعر المصرف زمان في فترة معين هكي فاطلا انت في 2015 أو 2016 ما الدنيا فوضى كانت وما حد فاطل للحد كانوا الناس ما شاء الله عليهم يمشي يسافروا برا يجيبونا في شوالات راملة وبلك البلك مش ليحنا حنبنو بيه يعني هما يساس جمينا بلك ليحاويات على اساس إنها فيها بضاعة وهي ما فيش بضاعة ليش؟ لأنه لما يجي من الاعتماد غادي بهم بيشير بضاعة وما زلوا بيسوقوها ويبيعوها وشام كان بيكسبوا فيها بس وقتها كان الدولار بسابعة وابتمانية يعني هو لما يمشي ياخذها بجنيه وثلاثين يجي بيعت هو كيسب خمسة ستة أضعاف بالمئة فالأحسن له إنه بيها عملة يا غالي ما انهم اللي بضاعة وعدي وصوقها وحطها في مخزن وكذا فوتني لكن معما الدنيا تنظمت شوية وفراحنا نحنا وقلنا هاي والمصر في المركزي من قبل طلعوا وقالوا لا لنحنا نرى ونبهون نقنطو نبهون نقرصو نبهون نشدو الأحزام ومش أي حاجة من بره نبهون نشروه هارا لأنهم كفوا من نعم منكم صاحنا نحنا في حاجات واجد في ليبيا ما عندناش ومندروا ش فين وضروري نستوردون وهن أساسيات زي مثلا الرز الدقيق الشعير وغيرها من مستزمات العطفال على سبيل المثال ما عندناش في ليبيا ما عندناش في ليبيا نبهون نشروه من بره فقلنا نتوكروا على الله غطولهم يا غالي مش مشكلة دي نزلت التقطة يا المدري فتا تعال نقول لك أنا في حاجات يعني حاجات سمحة بكل شريناها يدير الليست هذي مثلا أول الليست هذي ست بيت لأنه أواني زجاجية ستمائة ألف مش عارف مكينس كهربائية بمين وستين ألف شم فيه أنتم بالدرجة هذي يعني يا أمي ما خلاص ما عاش نستخدمها ومرات تجي تلقى حاجات مش معرفات شمه مثلا زيت النخيل هذا بمليون عاليش ناخذ في زيت النخيل بمليون يورو نحن شم ندير زيت هؤكيد سمح أي حاجة من نقل السمح وفي مرات يا غالي تحس إنه ما تقول شنو جمات يعني نسول لأورا قدينة عند عيانة من صغار فهم ما قدوا يخارب شوكي لانا شون تلقى مثلا كاكاو الشوكولاتة بريوش كيف يعني 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 كيف بريوش بمئة صعر أصر ألف دولار نخض نشر بيه بريوش مش فاهمة وبشكوط بربعمئة ألف تخيل يا معلم فيه مناديله بواحد ثلاثين ألف يعني مناديل يا ما نقدرش نديره مناديل عندنا في ليبيا بواحد ثلاثين ألف دولار مناديل طبعا فيه قيمة شهيرة اللي انتشرت اللي هي فيها ثلاثين مليون وتمممئة ألف وواحد وعشرين وخمسمية اللي هو أنت أصلا خمسمية ما عندكش هذينها جيبنا بين أرجل دجاج مجمد لكن الحمد لله لما سألنا طلعا مش زي ما قلنا مش أرجل دجاج عادية أرجل دجاج صناعية الدجاج اللي عندها شنو عندها مشاكل في الرجلين وكذلك فعلا ما تخافش فيه تقريبا بسبعمئة ألف منتجات عناية بالبشرة يعني بسبعمئة ألف تبو تعاني تعينوا البشرة بأول الناس اللي اللي بيعالجوا البشرة هذو ما شين يصير فيه فيه حاجة واحدة غيرت أكهر اللي هي شنو تقريبا ثلاثة مليون يا معلم درار فيه شنو زجاج مياه بلاستيك انت فاهم نحنا انت فاهم من ليبيا كمية البلاستيك اللي فيها شكل غير عادي بلاستيك يعني الشيش اللي نعزق فينا دينا لو ينطرنا عادة تدوير نحنا هنوفره ثلاثة مليون و اصلا المصلح مش هيكلف ثلاثة مليون المصلح اللي هيدري عادة تدوير قبل ما اسمننه الفقر هذي نقولك ان رو نحنا جبنا بمية واربعة وخمسين الف او مية وخمس وخمسين الف خلاط حلزوني اوتوماتيك خلاط حلزوني اوتوماتيك المهم الزبدة هنا ان نحنا الدولارات هذينا واليورو امتعاتنا بتاعة الليبيين صح ومصر في لبن مركزي هو الجهة المسؤولة اللي تقرر من اللي يستحق الاعتماد ومن اللي لا والمفروض ان اما قالوا مصر في لبن مركزي بيحافظ على الدولة الليبية وعملتها وفلوسها وهذا عليش مقرقض علينا نحنا كناس اللي انا عارف كان يعطينا الفلوس نمشي انها يجو بين في جربة ونتدهور في تركيا وكذا فهو لا نحنا نمشي نجو بين شنو خلاط حلزونيك اوتوماتيك فالسوال هنا كمية الناس اللي تبتعالج او تبتاخد جراعات للسراطان بره هل عندهم امكانية انهم ياخدوا دولار هل مثلا لو جابوا تقارير طبية هل حيسمح لهم انهم ياخدوا دولار بسعر المصرف بدون مشاكل وطبابير هل في اجراء يساعد الناس هذومة انهم يمشوا يعالجوا ولا انت جبلهم ناس من بره ديل اعتماد لديكاترا جبلنا ديكاترا مستشفى من بره ومش الناس هذومة يعالجوا فيها يعني في اعتقادنا هذين وغيرا بان الطلبة اللي يمشوا يقروا بره ويروحوا والحاجات المهمة الطبية اللي بيجيبون اهم من البريوش ومن الشوكولاتة ومن البشكوت ومن المصاصة لكن طبعا مش اهم من الارجل الدجاج المجمد قولي يا غادي تشرايه وكيف نحن نحلو بموضعه بس ام حاجة نعرف عليه السلام عليك